الأخ رضا من طرابلس يسأل عن ابنه يصلي ويقطع الحقيقة لعل التقصير حصل فالابن إذا علمته الصلاة من عمر سبع سنوات إلى العشر سنوات تتابعه في كل صلاة حتى يصلي دون ضرب ودون سب ودون شتم ثم إذا بلغ العشر فتخلف عن الصلاة وتكاسل ضربته على كل صلاة لكان ملتزما بالصلاة وزرعت في قلبه فإن كنت قد فردت في هذا فاستغفر الله واسأل الله عز وجل أن يوفقك في دعوته بالحسن والخير حتى يحافظ على صلاته وهو الآن إذا لم يبلغ بعد لك أن تضربه لأداء الصلاة لكن على أن يكون الضرب غير مبرح وعلى أن يكون مرجو النفع فإذا خشيت أن لا يكون نافعا وأن لا فائدة فيه فلا تضربه ولكن عامله بالرغيبة فالإنسان وخصوصا الأطفال يأتون بالرغائب رغبوا ولو بالمال لا تخشى شيء ولو بالمال حتى إذا عقل وبلغ علم أهمية الصلاة وحافظ عليها بنفسه دون أن تحتاج إلى شيء آخر